بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام محدث العصر وفقه الزمان محي السنة وناصرها قامع بدعة ورادها عمدة أهل السنة وإمامهم مقدم أصحاب الحديث وشيخهم أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليل الأثري كان الله له وعفى عنه إخوة الإيمان والآن مع الشريق السادس والخمسين بعد المائة الأولى على واحد بعنوان حول الانتفاضة الأولى في فلسطين تم تسجيل هذا المجلس في الثاني عشر من شعبان ألف أربعمائة وتمانية هجري الموافق الواحد والثلاثين من الشهر الثالث ألف تسعمائة وتمانية وتمانية ميلادي الآن ما يحدث في الضفة الغربية وغزة الحقيقة يعني الناس يثورون على المحتلة بكافة اتجاهاتهم الإسلامية وغير الإسلامية حتى أن هناك أحزاب شيوعية عقيدتها عدم إيمان الله سبحانه وتعالى ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان مخلصا له وفي سبيله لكن المفهوم العام أصبح لدى الجميع الآن أن ما يحصل هنا حتى الدفاع من الأرض والحذير ومشارع أن هذا نوع من الجهاد بغض الارتباط الناس عقائديا في العقيدة ونحن هنا مما بين الحقيقة نحس بغضات أنه علينا دور لأن الأرض أرض مسلمي ولا يجوز الحقيقة التهاوم بشأنها ولا يجوز حتى من باب ألعف الإيمان قبول من يساوم عليها ومن يصالح بشأنها ومن شابه حتى يكون الأمر خالصا لله سبحانه وتعالى نحن بسفقنا مسلمين وفي هذا البلد الذي يقصن بينه وبين المحتل حوائق منها الطبيعي ومنها السياسي ومنها عدم إعداد العدة ومنها عدم النقدرة والاستطاعة وهذا ما قلنا نقصه وإحنا نحن نريد خليق الحقيقة يعني ماذا يمكن أن يكون دورنا في هذه المرحة هذا واحد الثاني نعود إلى السؤال كيف أتدأ؟ أنه الآن القد يريد أن يهر الأرض لما فيه شيوعي والكافر وما حدا بقول أنه لله ولا حدا بقول أنه هذا جهد في سين الله لكنه أرض فيه يوم للأرض وما شابه ما معرف يعني فكرة عامة أو تصورة بما ترى أن حكم الشرع هو يواجب الاتباح في هذا الأمر أنا يبدو لي أن الذي سمعته يمكن تقسيم لخسمين قسم يتعلق بفعل هؤلاء الذين يقارعون الكفار المستحلين للأرض وقسم يتعلق بنا نحن وما يجب علينا من مساعدتهم أما فيما يتعلق بالقسم الأول فجوابي الذي أعتقده أن هذه الانتفاضة إذا كانت نابعة من أفراد مخلصين في تلك البلاد ومسلمين فهي لن تفيدهم شيئا فما بالك إذا كانت الانتفاضة ليست نابعة من عندهم وهذا الأمر في اعتقادي أمر واضح لكل ذي لب وعقل سريم وفي كل يوم مع الأسف الشديد نسمع قتل حكومات الإسلامية بواجب الاستعداد الإعانة شوف الوسخة الموجودة في الماء ما هي من الشجر يعني أنت عملتها لم أعملت الذبابي بس ما ندري بقى أصبعتك نضيفة ولا لا إذا لم تقم إذا لم تقم الدول الإسلامية أو على الأقل العربية منها المحيطة بالأرض بواجب المساعدة الكامل التامة فأنا في اعتقادي أن هذا الذي يسمى بالانتفاضة فستعود إلى نقيضها وهي انتفاضة الميت فإذا تركنا هذا الجانب وأخذنا الجانب الآخر وهو ما نستطيع نحن وما الذي نكلف فيه نحن فأعتقد أن علينا أن نساعدهم بأن يعيشوا أحياء بمعنى إذا ما السلطات الحاكم اليهودية حاولت أن تقطع عنهم المؤنة من المطعام والشراب فعلى الأقل نحن أن نساعدهم في هذه الناحية إذا أمكن حتى يظلوا في حياتهم وحسبهم من ما يضيع من حياتهم بسبب قتل عدائهم إياهم أما أكثر من ذلك فالأمر ما يفتاج لبيان فإنه من غير مستطاع لأفراد المسلمين المحيطين بهذه البلاد أن يعملوا شيئا دون إذن الحكام والذين يشرفون وبيدهم السلطة والقدرة فما علينا إذن إلا أن نحقق المبدأ الأساسي في كل شيء ومنه ما نحن فيه ألا وهو قوله تبارك وتعالى اتقوا الله ما استطعتم هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال نعم إذن أفهم أن المساعدة في إفقائهم أحياء ليس من باب الجهاد بالمال لا هو جهاد هو جهاد لكن ليس الجهاد يعني هل لو كان هناك ناس فقراء لا سيد هل هو صدقة أم الجهاد كما أفهم لا أنا قصدت الجهاد بالمعنى العام فإذا أنت قصدت الجهاد معنى الأخص فهو كذلك لا ليس كذلك أين لأنه أنا استحضرت المعنى العام من الحديث المعروف لما مر من رسول عليه السلام وحوله بعض أصحابي الكرام رجل شاب جلد قوي فقال بعض أصحابي عليه السلام لو كان هذا في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام إن كان هذا خرج يسعى على أبوين الشيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أولاد أو صغار فهو في سبيل الله أنا قصدت هذا المعنى العام شيخنا يعني ما هو المانع من تسمية ما يقومون به هناك جهاد الإسلامي خاصة أنه فيه الآن فيها ليست بالقليلة في غزة أعلنت الجهاد الإسلامي نعم وما يعني أريد أن أتكلم أقدر على مسألة الاستطاعة وأعجلهم استطاعتهم يعني هذه استطاعتهم الحجارة والززاجات التي يضعون فيها البنزين هم يقولون هذه استطاعتنا وهذا عدونا نزل بأرضنا ولا بد من محاربته خاصة أن الحكام حالهم كما يعلم الجميع خلاص لحد هنا يعني في عندك مزيد عندك مزيد بعد ما تحكي استاذ بنتيشوف إيش الأحوال يعني الواحد مشان يعرف اللي طريق فإذا كانت سالكة أتوكل على الله ومضى وإلا رجع من قريب ما رأيك الرسول عليه السلام الذي ظل في مكة ثلاثة عشر سنة وهو كما تعلم يعذب وهو أصحابه من المشركين كانوا يترى عاجزين عن استعمال حجارة مكة وما أكثرها فيها وأن يقولوا هذه استطاعتنا لم يعجزوا عن استعمال الحجارة إذن ولكن النبي عليه الصلاة والسلام استعملها كيف استعملها فيما نحن وهي صدده إذن لماذا الخروج لماذا الخروج لماذا الخروج عن الصدد أنا أقول لم يكونوا عاجزين عن استعمال الحجارة حسنا لماذا لم يستعملوها كما يستعملوها أولئك الذين يفعلون الآن كان عاجزا الأمر فيما يبدو لي يختلف أنا ما سأنتك يختلف أو لا لأن الحقائق لا تظهر إلا بهذا التضييق للسؤال الجاهر نعم أنا سألتك كان عاجزا أم لا تقول كان عاجزا أو غير عاجز قلت لم يكن عاجزا بعد ذلك بعد ذلك يأتي التفصيل إن لزب الأمر قلت لم يكن عاجزا لم يكن عاجزا جميل هل تركوا لعدم استعمالها استعمالها لهذه الحجارة مع قدرته عليها يدل على أن استعمالها هو من وسائل الجهاد لقاء العدو المستلف للحديد لا يدل على ذلك فإذا كيف استدللت بما لا يدل على ما يدل أنا قلت لا يدل على ذلك أن الحجارة ليست من وسائل القتال هذا الذي فهمته ما فهمته غيره لكنك قلت بالنسبة للذين يجاهدون الآن الكفار المتسلحين ليس بالسيف والسناء والحرب بل بكل وسائل الحديث اليوم كيف جعلت ذلك وسيل للجهاد ولم تجعله وسيله للجهاد في ذلك الزمان مع أنه أسهل من حيث النكاية بالعدو في ذاك العدو من النكاية الآن في هذا العدو المسألة الأولى التي كان فيها النبي عليه الصلاة والصحابة لم يكن قدấyن لهم بالقتال لم يكن لم يكن النبي عليه الصلاة والصحابة قد أذن له بالقتال حسنا يأتيك السؤال منعنا هذا الجواب عدم الإذن معقول المعنى أم ليس معقول المعنى enders معقول المعنى ما هي معقوليته معقوليته لإعداد الناس لإستعداد للجهاد حسناً، هل كان الناس يومئذن معدودين للجهاد ولم يجاهدوا؟ لم يكونوا معدودين نفس السؤال الآن، هؤلاء الذين يريد البعض أن نسميهم بمجاهدين بالحجارة مستعدين للجهاد؟ غير مستعدين فإذا؟ عندي أرامه يختلف فيما يبدو لي، فيما أظن عفواً، بدنا نحدد والأمر يختلف عندك، ويختلف أيضاً عندي لكن البحث، هل هو الجهاد؟ وهكذا بدأ البحث، بدأ البحث، لماذا لا نسميه مجاهدين؟ ما سألتك، بدأ وانتهى هل هو الجهاد؟ نعم هذا يناقض ما قلت الآن لماذا؟ لأنك أعترفت بأن عدم الإذن للجهاد يومئذن معقول المعنى وهو عدم استعدادهم كشعب مسلم للجهاد سألتك، والآن هذا الشعب المسلم مستعد للجهاد في سبيل الله؟ غير مستعد، نعم ما نقول غير مستعد، أنه بعيد خلاب كما فهمت مني حسنا، فما تكلمت، أنا بقولت، قلت لا، إنعم، توافقني نعم إذن، كيف تقول بخلاف ما تؤدي هذه المقدمة؟ أقول مضطراً لذلك مضطراً؟ نعم، الواقع عفواً، مضطراً لذلك، حدد، ما هو المضطر لذلك، ما هو الذي أنت مضطر إليه؟ يعني أنا أقول هذا القول مضطراً إليه، وإلا الأصل ما فهمت علي اسم الإشارة لذلك، أوضح لي ما هو الذي أنت مضطر إليه، ما هو؟ جهادهم،، جهادهم؟ جهادهم؟ نعم، تسميتهم، أنت مضطر إلى أسميهم بأنهم مجاهدين فعلتهم هما، أنه رغم عدم وجود الاستعداد، مع ذلك هذا المتاح، إلى أيهم المضطر إليه؟ نفسها يا أخي، إذا كلنا مجاهدين، معنات أقرار ما قتالهم بالحجارة، نفس المعنى إذا أقرارنا أنهم مجاهدون، فنحن نقر استعمالهم للحجارة، هذا في نظري ما أدري إذا فهمت أو لا أنت تقول بارك الله فيك مضطر إلى أن تقول بذلك اسم إشارة بذلك ما هو قتالهم واستعمارهم الحجارة وبالتالي تسميتهم بالمجاهدين هذا من أقدم ما قلت شيء لماذا تقرر أنه ليس جهادا لأنهم ليسوا مستعدين ثم تقول بأني مضطر أن أسميهم مجاهدين أنا ما قررت أنه ليس جهادا كيف لا ما قررت أنا قلت أنا معك منذ البداية كيف يا أخي ما قلت أنا ما قلت أنهم يعني مستعدين للجهاد أنا أقررت معك أنهم غير مستعدين كالصحابة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الغير مستعد للجهاد من غير إذن الأسلوب إذا كنت تقول ما قلته وهذا هو المفهوم من كلامك من غير الأسلوب من قول غير المستعد للجهاد يجب عليه أن يجاهد الجواب بشكل عام لا يجود غير مستعد لا يجب إيش معنى أشكل عام مشكل قاضي الغير مستعد الغير مستعد للجهاد لا يجب عليه أن يجاهد طيب ولكن هذه الظروف التي حصلت في الظفة نعم وهذه السنوات طويلة التي مضت عليهم طيب أخرجتهم فهم جاهدوا نقول هذا لا يجوز لهم هذا فعل لا يجوز لهم أم يجوز هذا الذي أجبت به لما تقول لا يجب الجهاد قبل الاستعداد معنى يجوده لا يجب الجهاد قبل الاستعداد سألتك نعم أنت عليك الجواب بس هل معنى قولك لا يجب الجهاد قبل الاستعداد أنه يجوده هل هناك من دليل يمنع؟ لا حول ولا أخوة سأل الله بالله إذا كان لا يجب فهل هناك من دليل يمنع من الجواز؟ طبعا لأنك خالفوا وعدوا لكم وعدوا لهم ما استطعتم من أعدوا هذه الحجارة وهذا المنزين وهذا الزجاج أرجو أن ما يسمعك غيرنا لأن هذا يراقض مدايته بالنسبة للرسول عليه السلام هذا ما استفعته أعدوا لهم ما استفعته طيب أطور السؤال أنا أطور في الإجابة إن شاء الله أطور بالله أطور ولا تتورق أطور ولا تتورق أقول تعني أنت أنه لا يجب عليهم الجهاد لكنه يجوذ هل ليس كذلك قلت؟ أعدوا قلت أنت معنا لا يجب الجهاد ما دام ليس هناك الاستعداد نعم ولكن مع ذلك يجوذ هذا الجهاد نعم صح؟ نعم يأتيك السؤال ولعله خاتمة المطاف هل الأفضل هذا الجهاد أم الاشتغال بالاستعداد للجهاد لا بل أقول الأفضل الاستعداد للجهاد وهذا هو الذي فعله الرسول وهذا هو الذي فعله الرسول إذا لا تتعدى 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 الأفضل أن نلتزم ما وصلنا عن رسولنا وخاصة أننا غير مستعدين نعم ولكن سكوت من نرى ومن نسمع من المسلمين حكامهم ومحكمين والباقي عند الجميع سكوتهم بل وزياد على سكوتهم شيء آخر نعم أشياء كثيرة جدا يجعل هذا الشعب يفكر في عمل أي شيء طالما أنه في دارة الجواز مكانك رويح مكانك رويح تعود السؤال نفسك هل تظن أنه لم يكن هناك مسلمين إلا في مكة؟ أنه لم يكن هناك مسلمين إلا في مكة؟ نعم ماذا يعني نعم تظنه أم لا تظنه؟ أنه كان فيه في المدينة نعم فإذا لعلك الآن تريد أن تفرق لأن أول ما قلت أنه أنا أفرق فالآن ستفرق كثرة الموجودين الآن خارج أولئك الجماعة وكلة الموجودين خارج أولئك الجماعة هذا التفريق يا أستاذ لا يفيدك شيئاً لأنك أنت تتكلم عن جماعة يعملون في أرض محصورة والذين حولهم مقصرون تاركون الواجب العيني كما نقول نحن ليس في هذه البلاد بل وفي أغانستان وغيرها لكن تبريرك لأن تقول بأن هذا الجواب يرتقي من دائرة الجواد إلى الاستهباب بسبب عدم مناصرة هؤلاء إياهم هذا تفريق شكلي غير جوهري أبداً لأن المسألة الجهاد إما فرد عين وإما فرد كفائي وأنت تعرف هذه الحقيقة وليس هناك وسط فهذا الذي سميته جهاداً في تلك الأرض إما أن يكون فرداً عينياً وإما أن يكون فرداً كفائياً فإذا لم يكن الاستاداد موجوداً كما اعترفنا جميعاً فهو لن يكون فرد كفائياً من باب أولى ما دام أنه ليس فرداً عينياً لأن الفرد الكفائي يعني تيسر وسائل الجهاد للأمة فإذا قام بعضها بذلك سقط عن الباقين فما بالك وهذه الجماعة التي تجاهد كما تقول أنت هناك هي أمة محصورة ومحدودة واتفقنا أنه ليس عندها وسائل الجهاد وأن عليها أن تعمل للاستاداد للجهاد الحقيقي نعم وهنا لابد من وقته هل تعتقد أن الطوائف التي تعمل هناك وتجاهد على حد تعبيرك هم طوائف كلهم مسلمون كلهم لا جميل جلهم أنا تعبيري خير لك من قولك بعضهم أقول خير لك لا جلهم جلهم ريب نعم نعم جلهم مسلمون حسن تركنا غير مسلمين جانبا هذا الجل متفق أم مختلف كما نقروا لنا أنهم متفقون وأنها مُنظمة أنا أعترف أنني أخطأت في السؤال ما رأيك أنا أعني هل هم متفقون في فهم الإسلام في أصوله ومبادئه الأولى لا أظن ذلك لا أظن ذلك ما تظن ذلك أنا شايف فقم تكلم كلام السياسيين لا الشيخ نبدأ سير مختار ما هو طيب حينما تقول لا تظنه بالطبع تظن الظن الغالب ما أشأ الذي يشابه بأخي طيب أليس أيضا يقوله بدلا ما يقول يقينا يشابه اليقين أيضا من نفس الأسلوب لا يشفي الرئيس بن وريق فإذا كانت طائفة كبيرة تعد الألوف المؤلفة غير متفقين في الأصول الإسلامية بل هم مختلفون في ذلك أشد الإختلاف هل تظن أنهم أخذوا بالوسيلة الأولى للجهاد في سبيل الله؟ وهي الإعداد المعنوي طبعا طبعا وميت معها طبعا أقوله الآن هذا ما يقارع في المسلمين جميعا في هذه البلاد كان مع الأزف ما أجبتك أنا بقول زيادة ما تقول مع الأزف حقيقي لكن فعلا شعرت بأنك ما أجبت وهذه تسجل لك وليس عليك كالأخريات طيب ما هو الجواب؟ ما أعده لا ما أعده الإعداد المعنوي السؤال كان هل تظن فيه من نجاح في مقاتلة في العداء وهم مختلفون في العقيدة؟ أن ينجحوا هم مختلفين في العقيدة والله هذا علمه عند الله هذا الشيء سبحان الله سبحان الله كلنا متفقين على أن ما يحصل الآن لا يؤدي إلى نجاح لكن الغرض منه أعدوا تحريك القضية متفقين على أن ما يحصل الآن لا يؤدي إلى نجاح ولا يؤدي إلى نصر لكن الهدف منه من تحريك القضية وبالتالي حتى تتمخذ عن شيء ماليش ما عليش أبو يهيا كلامك بس أنا وضحك كلامك نصفه مسلم به يقينا والنصف الآخر التحريك يحتاج إلى بحث ربما نعود إليه لكن ذكروني بالعود إلى مسألة التحريك لكن البحث كثيراً ما ننسى الحديث الذي بدأت به الشاهد البحث كان هل هذا جهاد أم ليس جهاداً فنحن لماذا نبحث حتى نعرف حقيقة الجهاد كيف يمكن تحقيقه فالآن الحقيقة أن البحث وصل إلى النقطة النهائية وأعجب ما أعجب منه أن أسمع جواباً ما كنت أتخيله أن يصدر مثل أخينا وفيق أنه لا يدري أن اختلاف الأمة في أصل من أصول الشريعة هذا لا يكون سبباً لعدم انتصارهم وهو يعرف قصة غزوة خنين وأنفالها كانوا متفقين في العقيدة لكن داخلهم شيء من العجب والغرور ونحو ذلك فخصروا نصر الله بذلك فماذا نقول في أمة يختلفون مع المبدأ الإسلامي في العقيدة في الأحكام الشرعية في استهلال الربا في كثير من المعاملات إلى آخره ثم بعد ذلك نرجو لها انتصاراً وبأي جهاد بجهاد أعترف أنه جائز وهو غير واجب وتسلسل الموضوع ولا رويداً أعيد التفاصيل كيف تقول هذا كلام يا أستاذ معروف لكن أنا أقول كيف تتصور انتصار جماعة من المسلمين مختلفين عقيدة إذا حصل هذا الاختلاف فهل هذا يمنعنا من المشاركة بالجهاد البحث الآن ليس يمنعنا أو لا نعم فقد نشارك حتى في هذه القضية ترجع المسلم كما لأبو يحيا هل ننجح أم لا ننجح ولذلك فبحثنا الآن هل تنجح الطائف المختلفة في أصول من أصول الشريعة وربما يكون هناك ما قلنا استهلال كثير من الأحكام واختلاف بعض الأخلاق الإسلامية وإلى آخره ما تطرفنا إليها في ظني أننا إذا ذكرنا بأهم شيء فما دونه أمره سهل نعم السؤال هو كيف تتصور تتصور إذن أنت أن ألوف المسلمين على اختلاف ما بينهم من عقائد وأفكار أنهم ينصرون على عدوهم إذا ما اتخذوا كل وسائل الجهاد المادية نعم الآن اطور الموضوع نعم ينتصرون مع ذلك؟ أنا أول شيء أؤكد استغرابك في محله سبحان الله لكن الشيء اللي بدأ أكده الآن أنه إذا كان في جبهة في القتال سواء في فلسطين أو في الأفغانستان نوضع الآن في أفغانستان وصلتنا أخبار كثيرة وصلت إلى حد التواتر أن بعض المجاهدين نعلق التمائل أنت تعيد إلي بضاعتي والشاهد بجانبك نعم صحيح ما سبح لها المرة هذا يعيد بضاع ماليش لكن ليس هو موضوعنا نعم لكن نحن نتبنى الآن الجهاد في أفغانستان فرضعيا مع أننا نعتقد أن فيه من يقع في الشرك نعم مسألة النجاح هذه بيد الله سبحانه وتعالى سبحان الله لكن نحن نعتقد أن الحجر لن يقاوم هذه المندقية اليهودي نعتقد هذا ولكن يبقى الأمر نجاح هذا الجهاد أو عدم نجاح وبيد الله سبحانه وتعالى فنحن علينا أن نؤدي هذا الواجب سواء في أفغانستان أو في فلسطين والنتاج على الله هذه حيدة وغريبة أخرى منك طيب سؤالي لك لتعرف أنك حدت هل بحثنا في أمر مفروغ منه أن النجاح بيد الله أم بيد غير الله حتى تقول وتسمعنا مراء وتكرار النجاح بيد الله أم البحث في الأسباب التي نستحق بها نصر الله أما الأولى فمتفقين عليها البحث الثانية الأسباب التي توصرنا إلى رسل الله إذن أنت الاتفاق كما في الآية المعروف لدى الجميع لدى الجميع ولا تنازعوا الأفعال الأفعال التي يفعلونها لا تؤدي إلى شيء بالنتيجة لدى الجميع ولكن أن نعذرهم فيها لأنها غير ممكنة لكن أسباب المعنوية هي متيسرة لأنها ما تحتاج إلى مجاهدة العدو مجاهدة مادية وإنما تحتاج إلى أن يهتموا بالإسلام دراسة وفهما وتطبيقا في حدود ما يستطيعون ولهذا يجب أن نتذكر أن نجاح الأمة ليس الأمة لبتعد الملايين وإنما الأمة التي يرجى أن تكون قيام الدول المسلم على يدها إنما هي الأمة التي تحقق الكلمتين التي دائما نتغنى بهما التصفي والتربية فإذا نحن لم نستعضر هذه الحقيقة فمعنى ذلك أنها سنظل هكذا نعيش مع جماعة المسلمين بدد متفرقين ونظل هكذا إلى ما شاء الله من سنين حتى يأذن الله عز وجل لطائفة من هذه الأمة أن تجتمع على هذا الأساس المتيين من فهم الإسلام فهما صحيحا والبدأ بتطبيقه كل في هدود استطاعته ثم اجتماعنا ذلك بأكبر كمية ممكنة ليحقق الله عز وجل النصر لهذه الأمة وهم عندهم التصفي والتربية وعلى نفس المنهج وما في عندهم سوى الحجارة نعم الجواب سبق هدوني إذا فعلوا كما يفعلون ما بيكونوا سلفيين لأنه نفس السلفي يدافع عنهم قال إنه هذا خلاف السنة نعم 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 أني نسأل بذي يمكنك بحثاتنا عليكم جمع سمع أنه نقصر بهذا كلا سمع السمع صلح سمع السمع سمع أزل الثالث يجب خلف الأخبار سمع المتBen الثالث سمع أزل الكراف أزل الثالث سمع الثالث أزل الطفل الأخبار عن الإخوة في الضفة الغربية هنا أن الضرائب مضاعفة جدا وأنهم يعني وصلوا إلى يعني مرحلة من الزل والهواء الكبيرة جدا فالإخوة الذين على المنهج عندهم تصفية وتربية فقط يسكتون ويبقون على تصفية وتربية أم ترى لهم شيء آخر لا والله ما أرى عليهم إذا قاموا بالتصفية والتربية فقد قاموا بما لا يقوم به جماهير علماء المسلمين في أخطار العالم يعني كأنك أنت غريبة عن موضوع التصفية والتربية لا والله إن شاء الله لست غريبات وهذا ظن بك إن شاء الله لكن كلامك يشنني من شيء خلاف ما نعتقده أنه يعني إذا اقتصروا التربية والتصفية خلاص ما بعليهم شيء أنا بقول هذا يعني حياة المسلم هو هذا شو الفرق ألا بيننا وبينهم خلينا نكون هيك مثل ما بقولوا بصوت أحمدي شو الفرق بيننا وبين هؤلاء السلفيين الذين تخيلتهم في تلك البلاد شو عم نساوي نحن إلا هون نحن في التصفية والتربية طيب ونحن وضعنا هنا يعني يختلف عن وضعنا هناك شيئا ما لصالحنا ولا لغيرنا وليس مثلنا نحن ما شاء الله بأمان ويعني إذا الجواب لصالحنا ذاك الله طيب ولماذا نحن ما أكون وضعنا خير من وضعهم لماذا نحن ما نعمل شيئا سوى إيش التصفية والتربية لا نستطيع سوى هما وأولئك يستطيعون رأيت تناقضك لماذا نعمل تخذت باب الاستطاع وماذا نعمل ما نعمل لا نعمل لنحن باب أولا طالما أن الشغل صالحنا لسا ما ظهر التناقض لوافيق ما ظهر لك التناقض من باب أولا أنهم لا يستطيعون من وصي إبو أحمد لك خيرا نعمل الناس في أفغانستان أليسوا مطالبين أيضاً بالتصفية والتربية؟ كل المسلمين والله يجيك كلهم نعم، هذا المثال الآن جاءهم العدو وراد أن يأخذ أرضهم فقلنا وتبعاً لشيخنا وتبعاً للدليل فرضوا عين على كل مسلم أن يقف في هذه الجفة ويقاتل الآن هم يعني يشتغلون بالتصفية والتربية ومع ذلك اشتغلوا بقتال الأعداء منهم يشتغلون بالتصفية؟ لا، لا يشتغلون بالتربية بعضهم، مثلاً الجميل الرحمن عنده خمسين ألف مخاطب يشتغل بالتصفية والتربية ويحارب على الجبهات أريد أن أصل إلى شيء فهذه النخبة فهذه النخبة مثلاً من إخواننا في الضفة الغربية الذين يشتغلون بالتصفية والتربية أرادوا مثلاً يرتبوا في كلية العملية مثلاً يمسكوا مثلاً بعض اليهود قتلوهم على سبيل المثال هذا الفعل جائز أو واجب أو غير جائز يا شيخ وفيك أنت ما أعدي بك أنك تبحث في الخيال هلا هل موجودين في الضفة مثل هؤلاء نتحدث عنهم جماعة مينة اللي؟ جميل الرحمن جميل الرحمن هدون عندهم أسلحة ولا ما عندهم أسلحة في الضفة؟ لا لا هدون جميل الرحمن عندهم فهدون مثل هدون؟ هؤلاء أعدوا لا تحد لا تحد لا تحد لا تحد لا تحد الله يهديك الله يهديك نحن انتهينا أن هؤلاء ما أعدوا شيئاً سوى الحجارة التي كانت مؤسرة للرسول أكثر لا تحدث عن الماضي لا تحدث عن الماضي أسألك الآن هدون جماعة جميل في أفغانستان عندهم أسلحة ولا لا؟ عندهم هدون عندهم أسلحة؟ أو لا؟ بشك في البدايات أنا بحكي عندهم مين ذول؟ اللي في الضفة غربية بستعملوهم؟ لا اسمح لي شوي أنا بحكي عندهم جارة ومنزي حجارة يعني البنزي ما كان عند الرسول عليه الصلاة ولا أستعمل البنزي ما تآخذني أنا شايفك اليوم تعبان في استريح شوي لماذا لا تسمي؟ استريح شوي يا شيخ الجواب على قدر السؤال لما أنا بسألك هدوني عندهم أسلحة؟ هدون جماعة جميل عندهم أسلحة؟ يعني عندهم حجارة بتفهم من سؤالي؟ الجماعة جميل عندهم أسلحة؟ إيه فأنا لما بسألك هدوني عندهم أسلحة ولا لا؟ هدوني عندهم أسلحة؟ لا أنت تلعني السلاح؟ بس نوعا هدوني عندهم أسلحة؟ لا أنت تلعني السلاح فأنا لما يقول لك هدون كامل هدون هدون عندهم أسلحة هدوني أسلحة الهدية؟ هدا أنا سؤالي؟ لا هدا شو معناها؟ معناها أنت يا هد شيل إما فعلن تعبان الآن فيما أنك بجادل الباطل وحاشاك شوكرا لعلى حسن نبض أنا عندي يا شيخ مسألة نسبية هؤلاء استطاعوا أن يعدوا السلاح والله فهمت عليك هؤلاء استعدوا أن يعدوا العجارة والبنزي لا هؤلاء الحقيقة أنا أصبح للشيخ إذا كان الحجر يؤدي إلى قتل اليهودي والذتائج العملية إلى هذا الدلائل من قوموا الله أنه أصبح سلاحا لكن خلقون واقعين للآن الحجر ما قتل يهوديا وإذا استمرنا على المقاتل بالحجر لن نقتل إذا قتل اثنين نقتل ثلاثة أربعة إذا في النتيجة المحصلة أن الحجر لا يقتل إنما السكينة قد تقتل فإذا بلاخل القضية النسبية إذا تسلح كل برئة منهم بسكين وهذا السكين قاتل يهوديا إذا في نتائج ملموسة وهناك قد يكون هذه العدة المتاحة الآن وهناك تتحدث بالنسبية فالحجر الآن لا يقتل فالحجر الآن لا يقتل فالحجر الآن لا يقتل عندنا سلاح في شيء إضافي وهذه القضية أستاذي هم يقولون أنه في عندنا سلاح لكن إحنا في تخطيطنا لهذه القضية لا نريد أن نستعمله الآن إحنا نريد أن نستعمل هذه الزجاجات الحارقة اللي فيها مثلا البنزين أو مثلا أحيانا بعض السككين أحيانا بعض الحجارة يعني في عملية تخطيطية حتى يحين وقت استعمال السلاح يعني هذا من ترتيبه هم يقولون لكن دعني أقول لأت الأخ أريد أن يحكي محمد هيا نعم الحجر اللي قتل في داوت جالوت سلاح ولي لا الحجر اللي قتل في داوت جالوت أه وين شفت أنت لفظة الحجر وين شفته في القرآن أنه قتل داوت جالوت أما الحجر مين جبته هاي أول شيء حطه في بالك حطه في بالك ثانيا إذا كان إذا كان فرضنا جاء حديث صحيح أنه جالوت قتل برمية حجر من داوت هاي بتكون معجزة حبيب نبوية مثل الرسول لما رمى الرمل في آيو المشركين تعرف القصة هاي طبعا ما هيك فكان ذلك من أسباب نصر الله للمؤمنين هاي معجزة كتلك لكن هذه معجزة صحت وتلك حجر داوت ما صحت لكن لو فرضنا أنها صحت فهي معجزة وشبيهها تماما نصر الله للمؤمنين 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 فيخرج فيخرج عيسى عليه السلام بعد أن يأمر بفتح باب بيت المقدس لأنه يكون محصوري فيه فيرمي الدجال بحربة فيذوب الدجال كما يذوب الملح في الماء هذه موكو الحرب بتعمل العملية أي أن هذه معجزة أظن وضح لك الجواب فضل المعروف تاريخيا نسأل إنه بسيف قتل ما أذكر أنا بسيف حتى سمي سيف جالوت السيف الذي قتل صاحبه وشير من هذا ممكن نعم الشيخنا ما أعرف هذا السؤال أرسل إليكم يقول قائل بما أن الشيخ يقول بفرضية الجهاد في أفغانستان لماذا لم يحرض الإخوة السلفين عن الجهاد خاصة أن الجهاد في القارة بدخوله السنة العاشرة ولم نسمع هذا إلا هذه السنة والشيخ حريص جدا على تعليمه تلاميذه حتى حركة الأصبع الظاهر أن السائل هو جارق وليس بجارك لا ليس بجارك هو الآن ليس بجارك أنا أعرف ولكنه لا أنا سائل لا لا ليس بجارك سائل 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 مبعث إلي مرسل إلي أولا تصوركم الشيخ تنامستو لكن سبحان الله هذا السؤال يعني ينفع المثال نعم وجوابه كما يأتي والجواب كما يأتي عم تتصوروا أنه الشيخ وتلامسته كغير الشيخ من المشايخ وتلامسته الله يشوف أخواننا شوي لا شاعد فيه نعم نعم ما اسمعنا شيخنا الله يحسد بس غرضي بس غرضي لكن عنده شيخ نفسها غرضي من ما أردت أن أقول أنه ذاك السؤال نابع أن السائل أين كان يتصور أن الشيخ الموجه الموجه لي السؤال الموجه لي السؤال وتلامسته هو كغيره من الشيوخ وتلامذتهم بمعنى أنه فاتحة كيه وبجمع الطلب من نظام رسمي معين وبالقي عليهم الدروس وكل مناسبة تقع بيوجههم إليها وبخاطبهم وبنصحهم ووالى آخره وبينما أنتم تعلمون أن الأمر ليس كذلك والمثال الذي ضربه ذلك الضارب في غير مضرب تهريك الأصبع هذا ما جاء من أن الشيخ في مجالسه يقول له حرك أصبعه وإنما هي تولمت من كتاب له وهكذا كثير من المسائل أو من سواع لله أو نعم إلى آخرين موضوع الجهاد في أفغانستان أولا لم تكن الأخبار التي ترد إلينا في هذه البلاد عن أفغانستان واضحة وبينة وإلى آخره ولذلك فأنا ما تكلمت فيها لا هنا ولا هناك لكن لما بدأت تتجلى الحوادث هناك وبخاصة في أول أمر حينما كان يقال أنه دعوة أو الجهاد الإسلامي وأنه هناك قوات مسلمين خاصة هذا السياب وبخاصة لما كنت قرأت له مقالا نشر في مجلة المجتمع الكويتي وهو يتحدث عن جهاد في أفغانستان قال عبارة أنا سردت بها لأن هذه دعوتي دائما أبدا أنه نحن لا نسمي جهادنا ثورة لأنه لا ثورة في الإسلام بينما تجد الجماعات الإسلامية إلى اليوم يستعملون هذه الكلمة فالشاهد لما بدأت الأخبار تتجلى عندنا وأنه في جهاد فعلا للإسلام وإيقامة حكم الإسلام بدأت أن أكون الرأي وهذا الرأي ما بتكون كما قد تصور البعض من الصوفي أنه بيشوف منام في ليلة يصبح الصبح يتبنى ما رأى وانتهى الأمر وإنما هذه القضية تحتاج إلى تفكير وإمال الفكر والرأي وإلى آخره قضية مصيرية خاصة نعم أقول قضية مصيرية آه مهمة فأنا بما أنه ما في عندي دروس نظامية فلا يمكن أن يشاء أي فكرة جديدة تجد عندي إلا بمناسبة من المناسبات فأنا منذ سنتين أو أكثر ذهبت إلى سعودية ما أعد أذكر جيدا بمناسبة حج أو عمره فكانت حركة الجهاد الأفغاني هناك ملأت المسامة والأذان كلها بخلاف هنا هنا ما كنت تسمع للجهاد ذكرا فأنا أجبت لك بما أعتقد مع التحدث عن ما قد يحيط بهذا الجهاد من أمور يعني لا تبشر بخير ثم السنة الماضية رمضان الماضي أيضا تحدثنا عن الجهاد يمكن يكون في مسجد محمد البنة يكون ممكن في ألف إنسان أو أقل أو أكثر ما أذكر فبدأت الأسئلة تترى وأنا أجيب برأيي الصريح بذلك غير المجالس الأخرى التي يعني عقدت هناك وجاءت الإشكالات والشبهات كما قد سمعتم في جلستنا الخاصة مع الشيخ عبد الله نعم إلى آخرين ثم هنا جاءت بعض المناسبات واتكلمنا عن الموضوع بما يلزم فعدم تحدثنا إذن عن المسألة هذه هو لهذه الأسواب التي ذكرناها آلفا طيب شيخنا حقيقة بعض الناس يتكلموا يعني كلام يعني يؤذينا على الشيخ يكر بعض حوادث أنه توجه بعض الناس إلى الشيخ وطلب منه الذهاب إلى أفرانستان فقال له ارجع إلى بلدك وهذا كأنه رجل مصري لماذا كنا لذاك الرجل ارجع إلى بلدك لأنه ليس فرد عين ولا لأنه له ظروف معينة طبعا ستقول ما أدري طبعا أنت ما تدري لكن أقول لك لماذا حينما تسمع مثل هذا السؤال ما تستفصل وتستوضح ما دام أنك بتقول يؤذينا والله شيخ استوضحنا ولكن لم يبينوه طبعا قال الشيخ بس قال هكذا يعني استوضحنا واستفسرنا له مناسب لهذا الكلام له مناسب لمثل الكلام لابد فما هي المناسبة أما شو القضية الثانية ذكرتها أنه بقول الشيخ يعني يظهر أنه بدأ ينسى ليش وين نسينا وين نسينا نقول بالفرضية العينية وين قلنا ليس فرد عين أنه يعني هذا الرجل يعني هذا المثال اللي هم يطرحوه أنه هذا الرجل لماذا رده مدام يقول بالفرضية بل أولى الناس الذي في شد أتى إليه لك وهذا الرجل هاي المثال الزامك نعم شو بتعرف عني شو بقول فرد عين ولا لا نعم خي لما أراد أنه يجاهد شو قلت لك خي هذا فيه تناقض لا طبعا يمكن يكون عنده ضرف خاص فيه طيب وذاك يمكن يكون عنده ضرف خاص أنه لا تجاهد وين نسينا كرمك الله شيخي هذا اللي بدي أنا حقيقة يعني عن أنه حينما سألك ذاك السائل أنت عرفت مسألة أنه عنده ضرف خاص تأخذ له ورجو إلى بلدك يا أخي اللي بيسألوني أنا مش واحد ولا خمسة ولا عشرة وليس من المعقول أنه أفض زيد من الناس سألني فقلت له كذا وكذا لسبب كذا وكذا وبكر من الناس سألني فأجبته بكذا وكذا وللآخرين لكن نحن القاعدين نقول هذا الجهاز فرضين على من يستطيع والآن في آخر الزمان مجلة مش مجلة المجمع العلمي من فقهي أظن نفس الفتوى هاللي أنا أفتيت بها منذ سنة ثلاثة يا الله بسم الله حسب ما كنت أسمع منك في السابق يعني كنت تقول للإخوان أنه هذه الحرب ليس الجهاد الإسلامي معلن والجهاد الإسلامي له الشروط والشروط ما تنطبق على الحرب اللي موجودة بعدين أخيرا تسمعونا شريط بخير أحد الإخوان يبدو سألك في مجلس في السعودية في جزة ما ذكرته من قبل لا أطله وما سمعته ما سمعته أبدا لكن سمعت غيره كانوا يأتوك الإخوان وأنا كنت أجلس أبدا يسألوه تقول لهم أنه هذه ليست بالجهاد الإسلامي معلن وهي فلسطين من ذا بدك تجاهد أنا أسمع ذاك أكثر مرة قلت هذا الكلام أبدا هذا بالنسبة للجهاد فلسطين نحن نقول من يريد أن يقوم بالجهاد يجب أن تتغفر في هذه الشروع هيا هيا شتان بين هذا الذي تناعمه وبين الذي نسبته إلي ظلما وعدوانا الجهاد الجهاد في أفغانستان جهاد دفاع الجهاد في أفغانستان جهاد دفاع أما لما تريد طائف من الناس أن يقوموا الجهاد في بعض البلاد الإسلامية فيجب أن يقوموا على شروط منها أن يكون تحت رأي إسلامي وتحت رجل مبايع على الجهاد في سبيل الله عز وجل بارك الله فيك وأنا من الله عليك وأرجو أن تكون دائما كلماتك نعمي نعمي فهذا الشيء وإذا هاجمت الكفار بلاد إسلامية فهذه التفاصيل لا تريد هنا إطلاقا بل يجب على كل المسلمين أن ينفروا كافة لدفع صائلة هذا العدو وليس الآن مجال التنظيم والتحقيق والاختيار فأنت خلط ولا غرابة لأنك في شعبان خلط شعبان في رمضان يجب أن تحفظ جيدا هذا بيان أنك أنت ما كنت تعتقد إنه جهاد إسلامي وواجب يعني نصرته بالنسبة للرجال أولا يا أخي هذا الكلام غير سليم هذا الكلام غير سليم كويس صحيح بالنسبة لك مو كويس لكن أنا بقول مشان حتى ما يعني يقال إنك أنت كلمت كلام كويس أور كويس هب هب أنه أنا بزماني قلت قولا وتراجعت عنه ما الذي أصابني ما أصابك شيء بس بدنا نتبين إحنا إنه إيش ليش يعني أنت كنت تقول بقول ثم تراجعت نشوف شو الأدلة عندك ليش تراجعت بحثنا بحثنا ذا آنفا بحثنا ذا آنفا والمسألة ما في عندي تراجع لكن أنا عم أقول لك أفرض أنه تراجعت شو صار بلا شيء إذن ليش تهتم أنت بلا شيء أنا بدي أشوف يعني ليش أنت إرجعت عن خولك أنا إلا أنت أنا ما تراجعت ثمان ربي لكن على فرض أني تراجعت شو صابني مين بذكرني منكم جزاء الله خير أنه أنا تراجعت عن كثير من الأمور فنك الإسلامي أول ما صاح كان يكتين الشيخ بعد أنه ما قاعد مع المدير تبعه غير فكر ذا آنفا تراجعت شو صار تراجعت يعني بالتعامل معه أم لا ضده ضده غير من مسألة مسألة مع ليش ضده شو صابني يا أستاذ علي أسحب رصيدة قد حب يعرف عن ليش عم تراجعت أنا ألي رصيدة الإسلامية يعني مشان تعرف بضده آره آره هذا أولان يعني أنت ترى أنه يجب على المسلمين في كل مكان أن يلبوا نداء الجهال شو رأي كرأي الألباني هذا الشاذ هل لي صر له سنتين أو ثلاثة يفتي به بوجوبه هل في آخر انتهاء المعركة هناك على غير ما يرضي المسلمين طرعت فتوى المجمع العلمي العالمي في مكة بما يوافق رأي الألباني هذه موجودة في المجلة هذا في المجلة ما يقول الألباني أنه يجب بالجهال نعم قالها قالها هذا الحكي من خمسة سنواتي آه مظبوط لأن هذا الكلام ما كانت واضح الشيخ خمسة سنواتي ما قلنا ذلك سراحة كنا صحيح 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 وقلنا لك لكون شباد لا فيها فائدة كبيرة لسجلة شربت سراحة وبدليل أنك إيش من هناك قلنا لك قلنا لك قلنا لك أين كنت تفات كنت إيشا متخضر قلنا لك لكون شباد أكلت كان يحرك الغداء أنتو تشتغلوا بغذاء الروح والقلب وأنا مستغلوا بغذاء الجسد أي شي سوو الجزاق أنا همقلة وجزاق الله خير يا سيدي جزاق الله خير يعني أنت في بداية الأمر كنت فعلا تفتي لا سيما أنا فاهم أنا كنت متوقف كان متوقف صح كنت تتجاد له أو تبين له تقول له كنت متوقف أنا لحد الآن مش معتقد أنه جهاد طيب ألت أنا كنت متوقف لا أقول أنه فردائي ولا أنه فرد كفائي لأنه مش واضح المعاري مؤنفا حكيناها ومسجلي سموا يا ريح لا أنا يعني هاي الخلاصة بكي بدي أسمع الخلاصة هذه الخلاصة فردائي موش لا من ثلاث سنين يعني الآن لا حقنا تفرتوشي تأخذ بالموضوع والله أرجو أنه ما تلحق ولا نص ترتوشي بس ما أدري أنا شو استطعتك بأنت يا صباتي والله شاب أقدر أحق الحجل من واد لواحة بس بتغذير يلا عليك بي عدين قناص يا شيخ ها قناص بس مو قناص بس مو قناص هذا القناص صياد أما مو حربجي هو شو بدرينا إذا تملوا يعني انفجار خنبري ولا الأدوار شو بدرينا محمد طاهر بتكذر شهادته مالذي بسيحة عملين لا يا coloc حق لكن لكن لأن سقط سقط سؤالك سلفا belt عندما سألت الوالد وتركت الوالد أين الوالد؟ أنا أدور عليه مشاهد بتطوي البالك عليه شوية هلا بيجي يعني الآن واجب محشان إذا بعض الإخوان تكلموا بالمناسبة كل من يستطيع الجهاد فعليه فرض عين أن يلحق بهم وبالمجاهدين كان الدكتور عبدالله عزام إذا سمحت لحام الفتوى منك كأنها مكتوبة بيدك خطك ويجمرة عندي على المسجد وبقول للناس فتوى الألباني في جواز جمعة أموال مش عارف إيه وجوب برفعها يعني إذا صحت شو فيها؟ معليش 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 أنا قلت في عليشي لا ما قلت شي أنا بس بدا أقول لك إيش الفكرة اللي في ذهني عن هذا الموضوع لم تكتل دفتور عبدالله عزيزين قلت له الشيخ ماصر الألباني بهالدرجة فتوى تصارت عندكم مهمة اب ترفعوها والأشهار بالجمع إذا كان الفتوى وافقت رأيي والتنهوى عندكو بيصير الألباني العالم الأول والمحدث الأول وإذا الفتوى ما عجبتكو قال إيه كيف الشيخ حرم عليك هذا الكلام اللي بتحكين تتهمه لأخوك المسلم قلت لتهم إلى أخوي المسلم هذا أنا شيء مطلع عليه وبعرفه يعني هدو أخوي المسلم هو أخوي المسلم موريني الأمرين بدي أحسن الظن فيه لما تغيب أحسن الظن فيه نزيد الأخوان نزيدهم حبيت بلدقان موز إشي شغري عمليه نزيدهم نزيدهم هاي قدامهم من شاء أكل هل أنت فعلا الساس كتبت له فتوى زيكل وشي زيكل أنا ما أذكر أني كتبت فتوى في الشريط في مش مكتوبة طبعت في مجلة أما مش بحط الشيخ الشريط وطبعوها على مجلة مجلد من نزيدهم من أجل الإشي المكتوبًا لا أعرف مجلة التوحيد في مجلة الجامعة السلفية ها ها هذا الفتوى الذي سألتكم عنه استاذنا أخاصر أخذها معه على غانستان المراحل الباكستاني سيافوا هؤلاء نعم ما يكون إلا منكم محفوف، ساعي، حدار، وما شارك من هالأمور المستهدفة فمنها ما يقبل والمنطق الزوق العامي بمعنى أنه العصيار المدني أو أظهار الأمر حتى تبدو المظلمة إلى العالم منها ما هو منكسر، ومنها ما يمجن الزوق السليم بشكل عام فما حكم الشرع في مثل هذه التطورات؟ أنا لا أعتقد بشرعية شيء من هذه التصرفات كلها وذلك لأمرين اثنين الأمر الأول وهو الأهم أن هذه الطرق هي من طرق الأمم التي ليس لها سبيل ممهد لها بوحي السماء فيما لو أخذت به وصلت إلى الغاية المنشودة والتي ينشدونها بهذه الوسائل المهدثة قال المسلمون ليسوا كأولئك فعندنا الشرع الذي ما ترك شيئا إلا ما ولو أخذنا به استعدنا في الدنيا قبل الآخرة وسبب الثاني أن هذه الوسائل بالإضافة إلى كونها من عادة الكفار فهي لا تفيد ولن تفيد المسلمين أبدا أبدا لو ظلوا طيلة حياتهم وهم يتمسكون بها ولا يعملون بالأخذ بالوسائل الشرعية المنصوص عليها في شريعتهم التي يؤمنون بها هذا جوابي عندك السؤال جزاء سماء أخرى متوسطة قليلا في الإضراب عن الطعام فضع هناك هلات الحقيقة إلى البدن الذي الله سبحانه وتعالى عطال الإسان فالآن الإضراب عن الطعام هذا ليس بمن كان هل لا تعتقد أن هناك تهلك؟ الإضراب عن الطعام بلا شك هو نوعان فنوعا يؤتبر من الطرق الطبية التي يعالج بها بعض الناس بعض الأمراض التي يصابون بها طبعا هذا النوع غير وارد في سؤالك وحينئذ فالإضراب عن الطعام المقصود في السؤال هو حتى يظهر أثر هذا الإضراب على ظاهر بدن هذا الإنسان ليستجر بذلك عطف الظالمين له من الإفراج عنه أو الترفيه عنه بعض الشيء أو نحو ذلك فداخل هذا النوع من الإضراب عن الطعام ومن التجويع للنفس في نفس الجواب السابق الذي انتهيت فيه إلى عدم شرعية كل هذه الوسائل ومن هذه الوسائل مع هذه الضميمة التي فيها تعريض النفس للضرر إن لم نقل للتهلكة وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوم إليك الوسائل